مرتقون قصص إسلامية وتاريخية فتلذذ بركوعها وسجودها وخشوعها فإذا ناد المنادي حي على الصلاة وصدح بصوته الصلاة خير من النوم عجل لتلبية النداء حبا لله وتقربا منه وخجلا فما بال الذين لا يسمعون وإذا سمعوا لا يلبون أين سيذهبون بوجوههم وأجسادهم من الله رب العالمين فالعبد في حال غفلته كالهارب من مولاه فأقم صلاتك قبل مماتك ولكن هناك أخطاء يفعلها الكثيرون من الناس أثناء الصلاة يفعلونها وهم غافلون فقد تؤخر بعض النساء الصلاة بسبب أعمالهن في المنزل فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ويجب على المرأة المسلمة أن ترتدي جلبابا طويلا يستر القدمين أثناء الصلاة فهي في حضرة ربنا في الحضرة الإلهية مع رب العباد سبحانه ويجوز للمرأة أن تحمل طفلها أثناء الصلاة وتضعه في ركوعها وسجودها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها وهو يصليه وهناك خطأ يفعله أكثر النساء يفعلنه وهن غافلات فقد يؤذن لصلاة ويأتيها الحيض بعد الأذان وعند التطهر من الحيض لا تقضي تلك الصلاة فتلك الصلاة التي أذن لها وهي طاهرة يجب عليها أن تقضيها لأنها قد أذن لها وقد كانت طاهرة ويجب على المرأة أن لا تضم جسدها أثناء السجود ولكن يجب أن تسجد كما سجد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصليه وهناك خطأ كبير يفعله الكثيرون من الناس وهو المشي بسرعة إلى الصلاة وهذا غير جائز وهو مكروه كذلك فمن توضأ وخرج إلى الصلاة فهو في حكم المصلي ويجب عليه المشي بوقار وهدوء وسكينة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وعلى المسلم استخدام سترة للصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة والسترة هي ما يبعد عن موضع السجود بمقدار شبرين مثل كرسي أو حائط أو شيء أمامك وأنت تصلي فهي مستحبة وقال بعضهم واجبة على من يصلي بمفرده ومن أشد الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة فيجب النظر إلى موضع السجود ولا يجوز الالتفات في الصلاة فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة أو إذا كنت تنتظر الصلاة فعن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ولا يجوز أكل البصل أو الثوم أو الكراث قبل الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم وهناك خطأ كذلك يفعله الكثيرون وهم لا يعلمون وهو عدم الفصل بين الفريضة والنافلة وهي من أكثر أخطاء الصلاة شيوعا بين المصلين وهو أن يقوم بصلاة النافلة مباشرة بعد صلاة الفريضة ولم يفصل بينهما فمثلا إذا صليت الظهر وأردت بعدها أن تصلي النافلة يستحب أن تغير مكانك ولا تصلي في مكانك الذي صليت فيه الفريضة قم في محل آخر أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل أو على الأقل تكلم بين الصلاتين لتفصل بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن ابن الخطاب وعليك بعدم مسابقة الإمام فمسابقة الإمام أمر محرم ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام راكعا أو ساجدا أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه والتأمين هو قول آمين بعد الفاتحة فاللهم جعلنا ممن قبلت صلاتهم ورحمتهم وغفرت لهم وكتبتهم في أهل الجنة اللهم آمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة